اشتركوا في القناة اسلامنا هذا اعظم ما نمتلك في حياتنا هو الاسلام يعني لو جلسنا بدون اسلام كان حياتنا ملخبطة لا نعرف اب ولا ام ولا اسرة ولا اي حاجة ولدك نقول اكبر مكاسبنا في الكون هو اسلامنا اللي موجود لنا الان ولذلك حتى قضية الطلاق بالكره يعني اذا الحر ما تكره زوجها تروح تطلب الطلاق من القاضي والقاضي يطلقها برضو مشكلة لان النساء يمرون بحالات نفسية في الفترة الدورة الشهرية ويمرون بحالات نفسية في الحمل يمرون تكره من حولها تكره طبعا كده مخلوقة من عاطفة وليست مخلوقة من عقل وبذلك يجب الرجل يكون حكيم ورزين ويتحمل طيب الرجل لازم علي ينفق ومسكن واكل وشرب وحسن خلق على ان خيركم خيركم في اهل الرسول قاعد يقولها لا استوصوا بالنساء خير فانما هم عوانين عندكم شوفوا معظم هذا الحديث يعني هم وذيع عندك اللي لازم تحافظ على المرأة وعلى الزوجة باي شكل كان الحياة مبنية على التفاهم على تكوين اسرة بعدها اولاد بعدها شيء كبيرا مشروع ضخم جدا الزواج اللي يهمني في هذا الموضوع حقيقتا حتى يحقلوا ان يضربها ضرب غير مبرح يجوز في الشرع في الاسلام ما في شيء يعني القوانين اللي صايرة الان لا تنم لنا يعني حنت ربنا على هذه الاشياء فما يجيز تغير اوراق اللعبة وسط اللعبة ولذلك يقول هذا سلامنا وهذا شرعنا لكن كل شيء بالعقل وبالحكمة وناس يحتاجون كذا وناس لازم ضربهم وناس ما لازم يحتاجون وناس بالتفاهم وناس بالعقلانية حتى ضرب له اصول وفي مواقع محددة وغير مبرح يعني فيه اشياء كثيرة جدا ما هو كل واحد صنفت معي راح يضرب القوامة ما هي للرجل ممكن تكون القوامة للمرة لانه هي لتنفق وهي تشتغل وهي تطلع وهي تنزل الاسلام عظيم بس من يفهم هذا الدين العظيم برضو للزوج له حقوق كبيرة جدا على الزوجة يعني ما تخرج من البيت بدون اذنه يحق له يستمتع بها مثلا انها تلبس اللي يبغى وانها تطيع في اي حاجة لانها جالسة في بيته يحق له انها تحفظه اذا غاب وما في غيبة ولا في نميمة ودافع عنه وانها تحافظ على الزوجة هذا قدام الناس وقدام الاخرين ويراها حسنة ان تربي اولاده احسن تربية كلها امور والاسلام حفظها لبنية بنية اسرية رائعة يبني عليها المجتمع كامل الله يعينه وياكم وانا والله ضد التدخل في اي حال من احوال بين الاسر وكل يوم الناس يحاولون ان يخترقوننا وكل يوم يبثون سموم فيها وانتبهوا من الصور ولا تشوفونها لا تصدقون بالاشياء الغربية والشرقية والحياة اللي يعيشونا ترى كلها تماثيل والحياة التركية تماثيل وافلام ليست حقيقية يجب ان نبني حياتنا بيننا على ما نحن فيه على تقاليدنا على عادتنا على اسلامنا على الشيء اللي اخذناها في الموروظ السلام عليكم اشتركوا في القناة